خلينا نقول أن منافسات بطولة الألعاب الأولمبية باريس 20-24 أو شكت على الانتهاء زي ما كلنا عارفين في الحقيقة في مفاجهات كتير جدا حصلت في أيام البطولة حنتكلم عنها وحنتكلم عن منافسات مبارح وحنتكلم أيضا عن منافسات النهاردة لبعثتنا المصرية الموجودة حاليا في باريس من أجل المشاركة في هذا السباك الأولمبية محمود فوزي النقد الرياضي المتخصص في الألعاب الأولمبية ضيفنا النهاردة في استوديو حنتكلم معاه عن تفاصيل كتير عن اللاعبة المصريين ومشاركتهم في المبارات الأولمبية كمان عن التواجد العربي حنتكلم بصفة عامة أهلا وسهلا بك يا حمود وصباح الفل عليك صباح الفل عليك يا أصدامينا وصباح الفل عليك يا أصدامي خلينا نتكلم عن آية شحاتة ويلتاي كوندو إحنا آية شحاتة لعبة مميزة جدا لها طريقة ولها ستايل ما توفقتش اتأهلت للدور الرابع أو للدور الرابع النهائي لكن احنا تخيلنا أن احنا كان ممكن نلعب على حاجة أكتر من كده يمكن آية شحاتة القرعة ما فدتهاش خصوصا أنها ستلعب رابع النهائي مع المصنفة الأولى على العالم بطلة بلجيكا يمكن هي بدأت المباراة في دور 16 دور الرتوم النهائي كانت المباراة لحد ما متوازنة مع بطلة أسبانيا وقدرت تفوز عليها 2-1 قدمت مباراة قوية جدا قدام بطلة العالم والمصنفة الأولى صار شعاري بطلة بلجيكا يمكن كان ناقصها شوية توفيق بس يمكن خسرت 2-0 الجولة الأولى تعادل خلصت بالترجيح لصالح البطلة البلجيكية الجولة الثانية خسرت بنقطة واحدة بس 1-0 فكانت قريبة جدا كنا حطين عليها أمل أن اللعابة البلجيكية توصل للمباراة النهائية وآية تكمل وتلعب مباراة التاردية وتنفس على المدينة البرونزية يمكن هذا ما حصلش لكن آية دي يمكن أول لأولمبيات لها الحقيقة بصراحة إحنا فخورين بها وفخورين باللي هي عملته حتى لو محققتش مدينة المراضي يمكن أنا عايزة أوجه لها برضو رسالة أن هي في سنة 2012 كانت فيه لعبة صعادة طلعها عندنا اسمها هدايا ملاك هدايا ملاك لعبت وقتها أولمبيات لندن 2012 وخرجت من دور ربع النهائي بعدها باربع سنين في أولمبيات ريدي جينيرو تحقق المدينة البرونزية في توكيو 2021 تحقق المدينة البرونزية برضو وتكون واحدة من أبرز الأسماء الموجودة على الساحة الرياضية على صعيد اللاعبات في التايكوندو يمكن دي رسالة لآية شحاتة أن هي ما تيقسش احنا مستنينها في لوس أنجلوس عملت كل اللي عليها وقدمت كل اللي عليها لسه لعب عندها 21 سنة نتمنى لها التوفيق بإذن الله وتقدم أفضل ما عندها لفترة الجاية تمام أنا بس عايزة أقول حاجة يا مصفة وعايزة أسألها معاك احنا دايما بنشوف أن بيبقى فيه فرقات قوية في ألعاب المنازلات لكن احنا شايفين المرة دي الفرقات بتبقى وزاري اتنين وزاري يعني هي نصف علامة مش بالإيبون زي ما كنا متعاودين نشوفه أو العلامة الكاملة يعني سواء ده بقى موجود في التايكوندو موجود في الجودو موجود في حاجات مختلفة احنا شايفين أن الفرقات بقت قريبة قوي ما بين اللاعبين صحيح يمكن يعني ده كان مثال مبارح في أي شحاتة يمكن زي ما تجارت لحضراتك يا خسرت يمكن بنقاط بسيطة جدا فرقات بسيطة جدا ما بيننا وبين بطلة العالم كمان احنا مش بنتكلم عن مباراة مثلا متوازنة او مباراة مثلا احنا يعني ليدنج فيها شوية لا احنا بنتكلم على مباراة احنا المفروض ضامنين يعني او مش متعاقين ان احنا نكسب فيها لكن الحمدلله قدمت كل ما عندها ونتمنى لها التوفيق بإذن الله فلوس أنجلوس بإذن الله سيف عيسى أنهى وشركته في الأولمبياد بعد مباراة واحدة فقط للأسف يمكن سيف احنا كنا متعاقين منه كتير جدا سيف يمكن هو صاحب المدالة البرونزية في أولمبياد توكيو مباراة الدنمارك يعني فيه سوق توفيق جدا خصل لسيف الشوت الأولاني برضو والجولة الأولى ما كانش موفق فيها تماما الجولة التانية خلاص يعني يمكن وقع بدانيا احبط كتير بسبب الجولة الأولى اللي خلصت يعني كنا كمانا تمنى اللعب الدنمارك يوصل للمباراة نهاية لكن كان صعب جدا لأنه هو اللعب سيف بالنسبة لنا كان هو مصنف ثالثة على البطولة فإحنا كنا مستنين منه أكتر من كده حتى اللعب الدنماركي لعب ربع النهائي لعب المنتخب التونسي اللي حقق المدالية الزهبية في الآخر يعني كنا نتوقع أن سيف على الأقل يعدي أول مباراة المباراة التانية يمكن كانت ستبقى صعبة شوية كنا متوقعين أنه هو ممكن يخسر من اللعب التونسي لكن المباراة الأولى كانت صعبة شوية واثنين صفر والأداء بصراحة ما كانتش أفضل حاجة يعني يمكن سمعنا أنه كان حصله إصابات الفترة الأخيرة يمكن ده أثر على مستوى لكن يعني بإذن الله سيف بطل كبير وبإذن الله يقدر يعود ده الفترة الجاية خلينا نروح بقى للغطس عشرة متر رجال رامز صبحي لاعب المنتخب الوطني للغطس ما توفقش رامز يمكن أحنا بنتكلم عن لاعب عنده تقريباً 18 سنة أول أولمبياد يشارك فيها فأحنا مش متوقعين منه كتير رقمه اللي حققه أنه هو بنتكلم على 266 الرقم ده يمكن أفضل من الرقم اللي حققه في بطولة العالم الأخيرة في قطر لتقيمة في شهر فبراير فإلى حد ما حسن رقمه لكن في الأول في الآخر إحنا كنا نتمنى أفضل من كده رامز لسه عنده 18 سنة زي ما ذكرت موليد 2006 فنتمنى أن احنا نبدأ يعني ندعمه الفترة الجاية نبدأ نشوف إيه اللي نقصه عشان يحصل ده خلينا نتكلم عن أنواع وتصنيفات اللاعبين اللي كانوا موجودين في البعثة الأولمبية يعني يعني كل بعثة بيبقى حسب العدد اللي موجود فيها في مجموعة من اللاعبين بنبقى عارفين أنهم راحين بيلعبوا على ميداليات معينة في مجموعة من اللاعبين بيبقى الهدف منهم أنهم ينفسوا طبعا وكل حاجة ولكن ده بيبقى أكثر إعدادا للدورة اللي بعتها أو احتكاكا أو يبقى عشان مثلا يحسنوا الرانكينج بتاحهم أو التصنيف بتاحهم ده يمكن كان موجود في بعثات مختلفة عندنا في البعثة الأولمبية مظبوط يمكن كلام حضرتك مظبوط لأن احنا بنتكلم أن فيه ألعاب كتيرة جدا أحنا مش بنفس فيها يعني بنتكلم عن الغطس السباحة الألعاب دي احنا يعني مش متفوقين فيها أو ترتبنا العالمي فيها ما يأهلناش نحن نفس على ميدالية أولمبية فيه ألعاب تانية لأ احنا المفروض نزعل أن احنا محققناش فيها ميداليات زي ما ذكرنا التايكوندو المصارعة يعني ان شاء الله رفع الأسقال النهاردة يفرحنا لكن فيه لأ فيه ألعاب احنا بعيد جدا فيها عن عن المنافسة الأولمبية الجنبازي الإقاعي الجنبازي الفني الكنوي والكياك الألعاب دي كلها احنا بوعات جدا عن المنافسة الأولمبية فأنا مش عايز الناس تحبط يعني بأن احنا كل شوية بنتكلم أن حد ودى حد خسر النتائج دي ممكن كانت متوقعة لكن اللي ما كانش متوقع بالشكل ده النتائج دي كانت متوقعة بالشكل ده أكيد مش بالشكل ده أكيد مش بالطريقة دي يمكن جدول المنافسات برضو مساعدش البعثة أن معظم الأبطال اللي كانوا مرشحين أن هما يجيبوا ميداليات زي النهاردة بإذن الله أحمد الجندي وصارة سامير هما بيلعبوا في آخر يوم فيمكن ده مساعدناش شوية أن احنا يعني يكون عندنا شكل أن احنا نجيب مثلا ميداليات في البداية لأ فيه أبطال بصراحة برضو يعني زعلونا لو بنتكلم مثلا عن زيادة السيسي كان قريب جدا أنه يحقق ميداليا في سلاح السيف عبداللطيف منيع في المصارعة دول اللي نقدر يعني نحط إيدينا عليهم ونشوف إيه اللي كان ناقصهم علشان يحققوا ميداليا لكن ما ينفعش مثلا أجي أتكلم عن لعب زي رامي الصبحي نتكلم أنه هو لعب 16 سنة موليد 2006 ونتكلم أنه كان المفروض يجيب ميداليا أو يحقق ميداليا أو يجيب ميداليا لسه قدامه شوية لسه قدامه شوية ولعبة صعبة جدا أنه ننفس فيها طيب منتخب مصر للجنباز الإقاعي للسيدات أنهى منافساته في المركز الـ 14 في أولمبياد باريس تعليق تمام يمكن منتخب الجنباز الإقاعي نفس اللي اتكلمنا عليه على رامي الصبحي هنتكلم على منتخب الجنباز الإقاعي يمكن هو مكون من خمس لعبات الخمس لعبات أكبر واحدة فيهم عنده 18 سنة دي أكبر واحدة فيهم يعني يعني هم يمكن الرقم ما كانش أفضل حاجة هم محققين 55.9 رقم جايد جدا عن التأهيل فكان عندنا أرقام أفضل من كده في الأولمبيات اللي فاتت يعني يمكن في توكيو كنا جايبين حوالي 63 يعني نتمنى أنه هو يتم دعم المنتخب ده أنه هو يحسن أرقامه على الأقل للفترة الجاية يعني احنا مش بنتكلم على مداليا زي ما اتفقنا أن فيه ألعاب احنا بعد فيها عن المنافسة على مداليا أولمبيا لكن على الأقل نحسن أرقامنا نظهر بشكل أفضل ما يبقاش الجاب ما بيننا وما بين يعني المنتخب اللي قبلنا أو اللعبة المتأهلة أو المنتخبات المتأهلة للنهائي كبير احنا عايزين نفضل يعني موجودين وعلى الأقل للنافس على دخول المنافسات النهائية بإذن الله صحيح طيب الألعاب الجماعية بتختلف عن الألعاب الفردية يمكن الألعاب الفردية بيتحمل فيها المسئولية كاملة اللاعب والبراشر والضغط النفسي اللي بيكون موجود على اللاعب غير الضغط النفسي اللي بيتوزع على الفرقة كلها تقييمك لفكرة الأداء اللي موجودة عند اللاعبين في الألعاب الفردية وفي المنتخبات الجماعية اللي لعبت باسم أزر طيب يعني لو هنتكلم عن المنتخبات الجماعية يمكن نحن اللعبنا كرة قدم كرة يد كرة طايرة كرة طايرة إلى حد ما ما كناش متوقعين منهم كتير لأن المجموع فعلا كانت صعبة جدا ب included على بولندا، البرازيل، إيطاليا فكانت المباراة قوية جداً ما كناش متوقعين منهم حاجة منتخب كرة يد بالعكس احنا كنا متوقعين منهم كتير جدا خصوصا ان هما فاجئونا بصراحة بنتاج ممتازة جدا في دور المجموعات يمكن التعادل مع فرنسا الفوز على النرويج النتاج دي كلها بدأت ترفع يعني سقفة محطنة ان هما بإذن الله يقدروا يحققوا مدالية ده ما حصلش وتأهلوا في دور الثمانية قدام منتخب أسبانيا وخصه فيعني لأ يعني برضو ممكن نقول ان المنتخبات الجماعية كمان اتحط عليها ضغط كبير جدا كلنا كنا متمنين منهم ان هما يحققوا مدالية منتخب كرة القدم كذلك يعني يمكن رفع سقفة محطنة بالفوز في ربع النهائي ووصوله لنص النهائي كمان قدام منتخب فرنسا وكنا متقدمين على منتخب فرنسا في عقر دارهم يعني كل ده رفع سقفة محطنة مع الألعاب الجماعية ولكن مع ذلك احنا برضو زي ما حضرتك زكارتي الألعاب الفردية هتفضل هي الألعاب اللي احنا بنفس فيها واللي احنا دايما نحطين عليها الأمل قبل ما نسافر يعني يمكن لما كنا بنتكلم عن خمس مداليات أو حاجة كان كل أملنا في الألعاب الفردية أكتر من الألعاب الجماعية اللاعب أحمد الجندي حتى من رقم الأولمبي في الخماس الحديث نقطة مضيئة وسط كل اللي بيحصل نراهن عليه ازاي فلوس ألمس والله احنا نراهن عليه برضو النهاردة بإذن الله نحنا نراهن عليه برضو النهاردة بإذن الله أنه حيلعب النهائي إن شاء الله النهاردة الساعة 6 ومص هو مهند شعبان يعني الجندي ما شاء الله ماشي على خطة سابتة يعني أحمد الجندي يمكن هو صاحب فضية توكيو 2021 وبنتكلم النهاردة بإذن الله بإذن الله نحقق مدالية زهبية كمان هو أحمد الجندي بقاله فترة يعني حتى في بطولات العالم وفي كاسات العالم يعني وقت ما بنقول مثلا أخفق أو محققاش نتيجة كويسة بنتكلم في مركز رابع ومركز خامس أحمد الجندي ما شاء الله عليه دايما مداليات زهبية وفضية وبرونزية في بطولات العالم فده لعيب استثنائي بالنسبة لنا ده حالة احنا عايشينها ما أعتقدش أن احنا مرة علينا لعب بالإمكانيات دي في الألعاب عموما بشكل عام يمكن والخمس الحديث طبعا يمكن دي كتأول مدالية في تاريخ مصر في الخمس الحديث يمكن احنا بنتكلم على لعب استثنائي زي ما ذكرت نتمنى له طبعا التوفيق يعني محتاجين يعني نحافظ عليه بقى يعني يمكن احنا شوفنا كرم جابر في 2004 وحق المدالية الزهبية وبعد كده جيف بكين أخفق لا احنا عايزين نبدأ نحافظ على الأبطالنا ونبدأ ندعمهم لأن هم فعلا اللي حيقدروا يفرحون الفترات الجاية سواء النهاردة سواء فلوس أنجلوس بإذن الله طيب فيه ألعاب احنا متوقعين إن شاء الله إنها تكون يعني لنا فيها حظ أسعد من الأيام اللي فاتت المسارعة رفع الأسقال في حيات فيها كده خليني نبتدي بالحاجات اللي ما توفقناش فيها في المسارعة وفي رفع الأسقال الأول علشان إن شاء الله نوصل لمرحلة الانبساط بقى بعد كده كريم كحلة تصاب وما توفقش كريم يمكن إحنا زعلنا علي قوي لأنه هو كان رقمه يأهله إن هو يقدر ينافس على مداليا برونزية يمكن الوزن بتاعه صعب جدا المنافسات قوية جدا يمكن هو لو كان قدر يحقق الرقم بتاعه هو رفع زي ما ذكر في الموجز 165 كيلو في الخط الـ 175 ما قدرش يرفعها وانسحب بعد كده من منافسات النطر يمكن كنا مستنين منه إن هو يكمل ويقدر يحقق الرقم على قل الشخص بتاعه لكن يمكن الإصابة منعته كريم لعب واحد جدا يمكن حقق أرقام قوية جدا حتى مش بنتكلم قريب لا كمان من سنتين في دورة العاب البحر المتوسط يمكن كما حقق وقتها 383 383 لو كان حقق أهم بارح كان يكون حيبقى موجود على بعد كيلو واحد بس من الحصول على مداليا فطبعا لعب واحد جدا وكنا نتمنى طبعا إن هو نشوفه على البوديو من بارح لكن قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله ربنا يقوموا بالسلامة ويرجع لنا أقوى من الأول وإن شاء الله يعني في لوس أنجلوس نشوف نتائج أحسن من كده بكتير مهند شعبان احتل المركز التاسع فتصفات تانية لنصف النهائي نقدر أيضا نقول إن مهند نقطة مضيئة مهند نقطة مضيئة جدا ويمكن هو والجندي دايما بيفرحونا في بطولات العالم في القمس الحديث يمكن مهند هو كمان كان من أول المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية في باريس وبصراحة محقق أرقام قوية جدا هو يمكن مهند يعني مصعب عليه العملية شوية هو منافسات السلاح منافسات السلاح بتتلاعب أول يوم وبعد كده الأرقام بتاعت منافسات السلاح بينضاف عليها الأرقام اللي هتتلاعب النهاردة بإذن الله في النهائي يمكن مهند محتل المركز السابع في منافسات السلاح اللي هاي زران ركوب الخيل السلاحة ده هيتلاعب النهاردة منافسات السلاح اتلعبت أول يوم وده بينضاف عليه المنافسات اللي حضرتك ذكرتها فطبعا إحنا مستنين منه يقدم أفضل ما عنده يقدر يعوض الأرقام اللي يمكن ما عوضهاش فيه منافسات السلاح هو جاي بـ 225 أحمد الجندي جاي بـ 245 وهيبدأ مركز أول بإذن الله النهاردة فطبعا نتمنله التوفيق وإن شاء الله تبقى مداليتين بدل مدالية واحدة من أحمد الجندي إن شاء الله نتعاشم خير في الأيام اللي جاية يمكن الألعاب اللي هي بتاعتنا هي اللي مكنش لسا لعبناها في الفترة اللي فاتت فنتعاشم خير إن إحنا عندنا قدرة نفسية أحسن لأيام الجاي والله النهاردة نقدر يعني نقول يا رب يا رب إن شاء الله في مداليتين من أحمد الجندي والتانية من صارة سنير صارة سنير هتلعب النهاردة الساعة 5 بإذن الله منافسات وزن 81 كيلو في رفع الأسقال صارة أرقامها مبشرة جدا إن شاء الله نتحقق مدالية نتمنى لها التوفيق طبعا يعني كل مطش ولو ظروفه زي ما شفنا من بارح كريم إن شاء الله ده ما يتكررش مع صارة النهاردة وطبعا يعني أرقامها زي ما اتفقنا إحنا بنتكلم على اللعبة كبيرة حقاية برونزية تريدو جانيرو فبالتوفيق لها إن شاء الله النهاردة إن شاء الله يا رب على خير محمود فوزي المحلل الرياضي المتخصص في الألعاب الأوليبية عملتنا كده بانوراما عن الأيام اللي فاتت شكرا لوجودك معنا ألف شكرا ألف شكرا لك يا محمود